افتتاح العام الدراسي 2021-2022 بمدرسة التعليم الفني والتكوين المهني بمدينة كيفا وعشرات الشباب يسجلون في التخصوصات المرتبطة بسوق العمل يوم تحسيسي حول مخاطر السرطان الثديل الصالح النساء في مدينة روسو وتسامنا مع اليوم العالمي العاشر من أكتوبر الشهر الوردي السلطات الإدارية والمنتخبون وسكان الأكصيبة يثمنون قرار تحويل الأكصيبة إلى مقاطعة جديدة بولاية قرقل إنما كنتم مشاهدين الكرام حياكم الله أهلا بكم إلى تفاصيل مسائية الموريتانية لهذه الليلة معكم فيها سلمة سوكو ومحمد بديدي أهلا بك وأهلا بالمشاهدين الكرام ونرحب بالزميل عيش عالي التي سترافقنا في هذه النشرة بلغة الإشارة أهلا بك سلمة أهلا بكم مشاهدين الكرام للوقات من فيروسي كوفيد 19 بادروا بالتلقيح والتزموا بالإشتراءات الاحتراسية عبدت مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني بمدينة كيفا مع افتتاح العام الدراسي جديد إلى مراعاة حاجيات السوق المحلية في الاختصاصات الموجودة بها الأمر الذي أدى إلى استقطاب عشرة الشباب الراغبين في تعلم مهارات تتيح لهم فرصا في سوق العمل والإسهم في التنمية المحلية خلق يد عاملة ماهرة وقادرة على الإنتاج هدف تعمل عليه وزارة التشغيل والتكوين المهني عبر مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني بمدينة كيفا التي باتت تراعي متطلبات سوق العمل المحلية فيما يخص الاختصاصات الموجودة بها هذه المدرسة كما تعلمون توجد فيها عشرة تخصصات هذه التخصصات هي المطلوبة في الولاية بعد الجرد المسح الذي أعدل من تطلبات يطلبوا سوق العمل وهذه منها ميكانيكا السيارات منها التمديدات الصحية والكهرباء المنزلية والتبريد والتكييف والخياطة المنشآت المعدنية والبناء العام تنامي الطلب على اليد العاملة المدربة سبب دفع الكثير من شباب ولاية الأعصابة لاختيار التكوين المهني كطريق لبناء مستقبلهم قصدي مولي بنجي لاني شفت أخو عنجي قط أرجق رهون تنتج منه بياسر قلت أنا مولي لانا تدخل وقال لي والد انه يختار يدخل قلت لاني يختار تكوين دائما يقولون المرأة ما تقدش تقالهم مني زيري وانا ما تقد ياسر من أدوات ما تقد ترفضهم نحنا بادي نقد نرفضهم نتكلم لا عن راسي نقد نرفضهم وكما قصدي مولي بنخش هنا يمكنني يوم من الأيام ينفصل فيها حد منه اللي أنجي مهنة نقدره ونوخوا منه الشيء ينفصل فيها حد منه اللي نقدر لاني مدره أيجي حد جهوني يتعلموا عندهم هنا باقي جي خشبات سوق وانا مودي مشاء الله عنجي مشاء الله تنعرف من الشغل نعرف نعدل وتنعرفها مشاء الله ما ترقاني يكون شوي مشاء الله ننتعلمه مشاء الله اخترت تكوين مهني بي يواصر المعلمات شيء في يواصر المعلم الفائدة ندار نتعلم المعلم وانا أدى الناس كمعلم تنعرف عندي الشغل وتنعرف عندي مهنة زيادة الإقبال على مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني بمدينة كيفا جعل القائمين عليها يعملون وفق خطة تهدف لفتح فروع في كافة مقاطعات الولاية الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على التنمية الاقتصادية المحلية تعلي الصادق قناة الموريتانية مدينة كيفا علنت وزارة الصحة اليوم في إجازها الصحفي اليومي تسجيل 27 إصابة جديدة بفاروس كورونا و45 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة رحمة الله على صاحبها ليصل بذلك إجمالي الإصابة منذ ظهور اللباء في بلادنا إلى 36414 إصابة من بينها 35174 حالة شفاء و785 حالة وفاة بالتزاون مع اليوم العالمي العشر من أكتوبر الشهر الوردي نظمت جمعية التعايش الأفضل مع السرطانات النسائية بمدينة روسو تظاهرة نسائية للتحسيس بخطورة هذا المرض وقد تضمنت فعاليات التظاهرة عدة عروض تعرف بمرض سرطان الثدي ومخاطره وكيفية الوقاية منه وطرق علاجه يوم تشاوري بمدينة روسو بالتزامن مع هذا الشهر الذي يعرف بكتوبر الوردي من أجل التوعية بمرض سرطان الثدي وذلك لتجنب الإصابة بهذا المرض وتهدف جمعية التعايش الأفضل مع السرطانات النسائية من خلال شعارها مع ضد سرطان الثدي إلى مشاركة أكبر قدر من النساء الآملات في مجال التوعية والتحسيس من أجل خلق ثقاثة وسلوك وصولا إلى الوعي بخطورة المرض والهدف منكم بيكم لنتمذوا كاملة ما شاء الله ليشف دمين عجل وهم ذلك يتقرأوا هون اليوم يا الله تبلقوه لأخواتكم اللي ما قد يجوهم ما قد يرفضهم هاي رواية اللي تكتلعياتي أسرم اللي عليها تداوم ولي ويبدو عنها تقول لما رأيك تتعلم صيفة تم قاعد هي من نفسها تقول تفطن الراسة والأخوات هايك ما عاد فيهم وينن يعود فيهم وينن يفطنوا له بالعجلة يقود بسيط لاكي وجاء الراس وجاء ذاكان أنا أنا شاكرها حتى وحق عندي ونعرف عن ذا اللي قامت به مهم ممثل الجهات الصحية الجهوية قال بمناسبة هذا اليوم أن التظاهرة مهمة جدا لأنها ستعرف المرأة بخطورة المرض واتباع إشراءات الوقاية وتسعى الجمعية إلى الوصول إلى توسيع دائرة التحسيس في العنصر النسوي مع الكثير من الأعمال الخيرية التي تساعد في رفع التوعية بهذا المرض الخطير هذه الصورة اللي هي هون تمثل عن شنو هدفنا نحن هدف يعنا هدف الناس اللي معايزة لمرأة المصابة السرطان نحن نبقوا تعوث كيفة الوردة تعرفوا الوردة لا فلوة لا روز أنا تم حمراء لين تيبس تلوية حمراء نحن مولي نبقوا لمرأة اللي فيها السرطان السادي ولا سرطان عنق الرحم التم كيفة الوردة إنين تنقطع روحها ليسا نحن هدفنا شنو الصيفة لنتوا مع ذيك المرأة لنتوا معاها معاها إنين ينفح مرأة عروض تابعها لمشاركنا عن طرق وأسباب الإصابة بسرطان الثدي يأملون من ورائها أن تكون رسالة واضحة المعالم إلى النساء للعمل الوقاية من سرطان الثدي قناة الموريتانية محمد بلال مدينة روسو ويبقى معنا مدينة روسو مراسلنا محمد البلال محمد مساء خير مساء نور محمد دعني أسأل ما أهداف هذه الحملة التحسيسية حول مخاطر سرطان الثدي ولعل الأهم هو ما مدى اهتمام النساء في مدينة روسو بمثل هذه الحملات التحسيسية الصحية تحية لك زميلي محمد وتحية لسلمة ولمشاهد قناتي الموريتانية أهلا وسهلا بكم جميعا فعلا كما تفضلتم في إطار هذه التغطية التي نقوم بها هنا للأحداث اليومية ومجرياتها ومتابعة التفاصيل الدقيقة لكل الأشيطة والفعاليات التي تحدث على هذه الأرضية كانت اليوم تتعلق بهذا المرض وهو سرطان الثدي الذي يخلد دائما في هذا الشهر شهر أكتوبر خاصة في اليوم العاشر منه فعلا هذه الورشة تطرقت لمجموعة من القضايا واستمرت لعدة ساعات وناقش فيها المشاركون مدى تفهم وتجاوب سكان هنا هذه المدينة مع هذا المرض وفهمه وعمق الأهداف من هذه الورشة والتي ترتكز بالأساس على أنها تعقوم على الرفع من مستوى فهمي وتعاطي مع هذا المرض الخطير جدا وهو سرطان الثدي كما بحثت هذه الورشة موضوع آخر يتعلق بمدى تجاوب النساء خاصة في هذه المدينة مع هذه الحملة وفهمهم لكيفية الوقاية من هذا المرض ركز المشاركون والمتدخلون على نقطة كانت قاية في الأهمية تتعلق بعملية الكشف المبكر عن الإصابة بثدي والقول ما تقوله المعطيات الصحية الدولية أن الكشف المبكر ربما يكون له إسهام كبير وعمل كبير في الشفاء أو الوقاية صحة تعبير من هذا المرض في أوقاته المبكرة التجاوب النساء في المدينة مع هذه الورشة هو الآخر كان حاضرا من خلال ما شاهدتم من خلال العرض التقرير فهناك حضور نسوي كبير جدا وهناك حضور لكل فعاليات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات شبابية ونسائية ناشطة على مستوى هذه المدينة الحملة على ما أعتقد حسب المنظمين لها وحسب الجهات هنا التي تشرف عليها أنها ستستمر لعدة أيام في عدة مناطق وأحياء من مدينة روسو حتى يكون دائرة الإحساس ودائرة الإعلام والتحسيس بخطورة سرطاني الثدي تشهد أو تعيش تنتشر إن صحة تعبير بين أوساط المجتمع المجتمع وخاصة تنفيئة النساء كل شكر لك محمد والبلال مراسل قرارات موريتانية حدثنا من مدينة روسو عاصمة لاترازة شكرا 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 لك سلمة إلى شمال البلاد إلى شمال البلاد يقدم المركز الصحي بأطار خدمة صحية متعددة في أوقات العمل ودواما رسميا في العطل لضمان توفير هذه الخدمات ويؤكد المواطنون في المدينة همية الدوام نظرا للحاجة المستمرة للسكان في العلوج إلى الخدمات الصحية لكل مواطن الحق في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة وفي كل الأوقات وبجدة مقبولة لذلك تحرص المستشفيات والمراكز الصحية على توفير دوام يضمن استمرارية هذه الخدمة بالنسبة للمداومة هنا كياب الطب توقات المداومة الطبيعية يطلع الطبيع والطبيب والدوقات الثانية يطلع الممرضين يعادلهم مداومة يتعود بأيام جماس لانتكاتريار ولمذاكم حسبها مهم من ما يجب مريض هنا يجبار الطب فيها لقاش يجبار دائما يجونهم هنا المرضى ويتعالجوا لديهم مشكلة حالة طارئة عندها مشاكل خاصة ولا شي مشوه شرطة بكبير والله ما ليتحتاج لنواق شوط توريف هيرو شورو توف لعند هاي مشكلة من شاء الله داومة بالنسبة للماترنتيب وشون جين بيهم واللعايات مداومين فيه وبالنسبة لحالات المستعجلة فيها الباقيش مداومين فيه مداومة هنا فانتكاتر يرسل فانتكاتر رواد المركز الصحي بأطار عبروا عن رضاهم عن الخدمات التي يقدمها المركز ويتكونها المركز من مجموعة من الوحدات تتمثل في وحدة للصيدلة ووحدة المختبر ووحدة للأسنان الأندلس الشيخ المصطف الموريتانية أطار ذمنت سلطات الإدارية والمتخبون وسكان الكسايبة على حد سوى المرسوم القاضي بشعل الكسايبة خامس مقاطعات ولاية غورغل كاميرا الموريتانية رصدت تعينات من انطباعة سكان المقاطعة في التقرير التالي بمشاعر الهرح والسرور استقبل سكان الكسايبة مرسوم الحكومة القاضي بترقية المركز الإداري السابق وتصنيفه كإحدى مقاطعة ولاية غورغل معتبرين تقطيع الجديدة لفتة كريمة تستحق الإشادة والتذمين والمطالبين بتحقيق بعض الخدمات الضرورية لساكنة المقاطعة الحديثة ما يخص اللي نقاله للشباب أراه الشاكر والشيخ الغازواني على المقاطعة الجديدة الحمد لله اللي جعلنا ملانا الحمد لله سالمين وصلنا لها وهذا الشكر كبير أننا لا بدنا نذمنه من العوينات إلى إلى توميات الحمد لله كامل مرتاح اليوم على الحمد لله الكسايبة عادة مقاطعة شاكر أولاً يبدأ شاكر الرئيس على تحويل مركز الكسايبة مركز إداري إلى مقاطعة وهذا مثمنه النقطة ثانية نقتل نقول للكسايبة شهدت في الآن إلى الأخيرة نزوح من الأرياف إلى المدينة ما نجمع عنه تضخم ديمقرافي كبير في المدينة فهذا التضخم يستدعي لأنه يساير بنا تحتية تواكب هذا التضخم هذه المقاطعة كانت مجرداً بعيد على أنها مطالبة بها المواطنين ووصلتهم الآن على عهد الرئيس الجمهورية محمد الشيخ الغزواني السلطات المحلية من جانبها تدرك حاجة المدينة العاجلة لسد النقص الحاصل في خدمات الصحة والتعليم والكهرباء وتخطيط المجال العمراني حيث تمتاز المدينة بكذبة سكانية عالية نظراً لموقعها الجرافي كواسطة إقدم بين مختلف مقاطعات الولاية سكان مقاطعة الكصيبة ممتنون لفخامة رئيس الجمهورية على تحقيق مطلب غلة ولسنوات عديدة من أهم المطالب ويرجون ويأملون أن يساهم هذا القرار في الدفع بعجلة التنمية المحلية وإلى تعزيز المرافق الإدارية والخدمية بالشكل العام في المقاطعة وكذلك إلى تحقيق آمال وتطلعات الساكنة ليعتبر من أهمها في الوقت الحالي وهو تخطيط وعصرنة المدينة بشكل حديث حتى يتم بناء المدينة وتأسيسها على أسس عصرية سليمة التناغم بين السلطات المحلية وسكان في السعي إلى تسوية مشاكل مدينة ورفع التحديات التي تواجه المقاطعة مؤشر إيجابي على مستقبل واعد للتنمية في هذه المنطقة شوقي محمد فال الموريتانية مقاطعة الكصيبة ابتدائية فودي أحمد جغنى في مدينة كيهيدي حكاية منشأة تعليمية تأسست في سبعينات القرن الماضي وما تزال تقدم عطاءها المعرفية مرسل الموريتانية في ولاية جورغل زار هذه المدرسة العتيقة وعد القصة التالية هذه ابتدائية فودي أحمد جغنى وعمرها يناهز نصف القرن لا تزال في أوجع عطائها العلمي تخرج تلاميذ وتستقبل آخرين يدرس في هذه الابتدائية حاليا أربعمائة تلميذ من مختلف أنحاء مدينة كيهيدي وتعد من أهم المدارس التاريخية في المدينة هذه المدرسة من المدارس القديمة أهميتها هذه المدرسة خرجت إجال كثيرة ها هم الآن يعملون في الدولة وحتى الآن ما زالت تخرجوا إجال كثيرة عمل المدارس التاريخية نطلب من الدولة أن تعطي أهمية المدارس التاريخية لكي تبقى على بنيتها ويخرج منها أجيال أيضا أخرى إذن المدارس القديمة لا بد من صيانتها السكان يعون جيدا أهمية هذه المدرسة ما جعلهم يطالبون الجهات المعنية بالحفاظ عليها وترميمها وإضافة فصول لها حتى تستوعب أعداد الطلاب الجدود هذه مدرسة قديمة في ودد عشرات السنين وخرجت الكثير من الأطر والكوادر الموريتانية ونحن من هنا نطالب الدولة بترميم هذه المدرسة وذلك الوضع التلاميذ والمدرسين في ظروف اللائقة خاصة في فترة الحر لا يخفى على معلم المدرسة بعدها التراثي ما يزيدهم في المضي قدما في تعليم الأطفال في فصول تخرج فيها الكثير من الأطر وتنتظر المزيد مدرسة ما شاء الله نموذجية ومنها بعد تاريخ قديم وخرجت أجيال دباط وزراء وغير ذلك وهنا بقي لنا أن نعرف أهمية العم ونحافظ على أجيالنا لأنهم هم المستقبل ووصي نفسي ووصي المعلمين بأداء وظيفتهم بصيفة كاملة اليوم تستجمع ابتدائية فودي أحمد جغانا قواها رغم الكبر رافضة لاستسلام لعاديات الزمن لتروي لزائرها قصة صمودها الذي تجاوز نصف القرن باهبيري ليدالي لقناة الموريتانية مدينة كيهيدي لتصلية الضوء على هذا الموضوع نستضيف لكم المدير الجهوي للتهديب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في غرغل سيد فالي ناجم أهلا بكم معنا في هذه النشرة بداية هل حدثتمونا عن إسهامات مدرسة فودي أحمد جغانا تاريخية في تعليم الأجيال بمدينة كيهيدي أهلا وسهلا ومرحبا بكم في بداية الأمر أريد أن أذكر بأن هذه المدرسة نشأت في ثلاثينات القرن الماضي أي 1930 كمدرسة أهلية إنشاءها المناضل فودي أحمد جغانا كمدرسة أهلية تدرس لولة الصنوكية نذاك في الفترة الاستعمارية وفي 1981 تحولت إلى مدرسة نظامية أي مدرسة جمهورية يدرس فيها البرنامج الملطني الموريتاني وظلت هذه المدرسة تقدم العطاء وتخرج العديد من الأجيال وكانت في البداية مدرسة كما أقولت أهلية تم تشهيدها بالحجارة وطين بطريقة تقليدية وفي سنة 1913 تدخلت الدولة فأشأت فصلين دراسيين على ضرار الفصول النموذجية أي باعتبار للأبعاد المطلوبة في القسم التربوي أي تسعة أمتار على ستة أمتار وقد تم أيضا تمت بربجتها في عملية تدخل الذي ننوي القيام به خلال الشهر الذي سيضم أو سيشمل المدارس التي تضررت بفعال الأمطار والعواصف جراءها الموسم الماضي وخيب بعد الشهر عندما تمرون بها ستجدون بأن القسم المتضرر سيتم تبديل ضيطائه أو سقفه وطبعا هي مدرسة عريقة جدا وهذا يشهد عليه النمط العمراني المقام الذي ما يزال عاتيا أو مقاوما لعوامل الزمن هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن عطاءها ظل متواصلا حيث خرجت العديد من الأطر والخوادر الموريتانية وهي الآن بعضها طباء وبعضها مهندسين وهي ما زالت تقدم وتعطي العديد أو تكون العديد من الأجياء كل الشكر لكم المدير الجهوي للتهديب الوطني وإصلاح النظام التعليمي في قرغل السيد طالي ناجم سلمة إلى ولاية الحوض الشرق حيث ما تزال الصناعة التقليدية تلقى رواجا كبيرا خصوصا الصناعة النسائية مكفولة أحد العاملات في هذا المجال بمدينة النعمة ما تزال تحفظ على صنع الأدوات التقليدية مراعية في ذاك ذوق الزبائن وتطوير بضاعتها على رقعة الجلد هذه تسطر أنامل مكفولة ما ورثته من خبرة ومهارة سنين ليست مكفولة إلا أنموذجا للصانعات التقليديات التي يتفنن في صنع كل ما يحتاجه البيت الموريتاني معتمدات في ذلك على المواد المحلية كالجلود أدوات ومعدات مختلفة الاستعمالات بصنع أياد نسائية محلية ما تزال تحافظ على مكانتها في اهتمام المواطنين كموروذ ذقافي تجب المحافظة عليه عدلوا الصناع التقليدي نجيه هذا الشغل تجلوا سرامة وغباية وتسفر والقشطة نزوم الكلام والبيتات والنسع نفاتيح الشغل الذي يفتل عدل اللي يتكامل نعدلهم الحمد لله هذو القدحات يعدلهم الرجالة ويجيبوه مننا ويجيبوه مننا نعودوا نطورهم على تطورنا نعودوا خطهم نعودوا نديلهم الطفاص الصفر نعودوا نبيعهم وماللحنا العليات اللي قايتهم في مناسة تبعي التقليد وهذه الواسيلة اللي حفاظنا وروب فيهم اللي الخاصة خاصة لهم نحن مشغلت نحن ما نحن مدبينين عليها قبال من أن كان يأتوا بنا حال وما يتشريها اللي عدلنا منها إن شاء الله رغم الإصرار على المحافظة على الصناعة التقليدية وتطويرها لمواكبة متطلبات العصر إلا أن العاملات فيها يعانين من مشاكل مختلفة صناعة التقليدية نشتولها الجلود ونشتولها السبايق ونشتولها الجلف نقرطوا عليهم نشتولها الكامل ومكلفنا محل الكارين واعر يقال بعد الله نزلنا محافظين عليهم خلاص نحن اللي تراثنا ما هامنا نزرقوه نعودوا كل شيء تصيلي منه كامل كان عندنا نعودوا محافظين عليهم وذلك المال اللي طورنا نطورنا معه كيف حالنا كيف شغل المصار التالي كيف شغل عندنا الأولى وعندنا التالي صناعة محلية بأياد نسائية ما زالت تحافظ على موروث الشعب الموريتاني تؤكد قدرة المرأة الموريتانية على المشاركة في العملية التنموية وإسهامها في تطوير البلد مم محمد مولود الموريتانية مدينة النعمة يشكل مجال بيع قطع غيار السيارات في أطار فرص عمل لبعض سكان المدينة الذين وجدوا فيه مهنة تنتشلهم من البطالة وتوفر لهم مردودا ماديا كما يوفر السوق لساكنة المدينة بديلا يغنيهم عن التنقل إلى العاصمة وزيادة التكاليف بيع قطع سياراته في مدينة أطار يشكل هذا السوق فرصة عمل لبعض الشباب توفر لهم مردودا ماديا وتجنبهم الكسلة والاتكالية المجال دخلتو 2019 الحمد لله دخلتو بإمكانيات خاصة لا لعزمتهم ما مولني أي رقاج ولاش دخلتو لان نبقي نشتقل الراسي نعدل الشي الولاي يسوه شنوه عودوا مردودا يجتو عليانا ثانية نمو اللي عودوا مردودا يجتو على الولاي كنت أطار هون كنت أبسط رواية يتعدل هلوتك ماتر كيلو والله رواية لا بتمشيلو شون ماكسور طارك ما شاء الله عاد متوفر كل شي وهو اللباتي كل شي فيهم بالنسبة نحن هون نبيع لا كماليات لا تزين السيارات كيف صلوهات والأرقام وياسر من الشباب مجال زين مردود يتمولي من شاء الله نصح الشباب بأنهم يقبلوا عليهم مجال زين مجال الحديد بالأخص زين أرأ بعض العاملين في هذا السوق تتباين حول بدل الإقبال على المعروضات وكذا ملائمة أسعارها خاصة لبحدود الدخل مفرد أن نتراع فيها إلا ذويين ويكرعين على الفاجر للوتاة الصغرات وأساساً نحن لا نجلبوا لحديد عندنا مدى هنا أكشوط والجاجين واحد نقوم عند الفعين واحد نقوم عند الإشاءة لخرى والله نتروني من الشهون هذه الوتاة المئة وتسعين هاي مرصد السباطي القديمة هم قضل منها لكن فيها وثيوتات مات لعنهم القديمات مات لهم اشتغلات وإجدادات حديدهم هم ما تعادوا خصرات حديدهم اللي ما هم توفر حتى بهيين في مستوى نحن هذا أحد ما عنده الفضل يدي شيء وإحنا ما عنده مستوى نحن لا يحديد مثال واحد والتجارة اللي يجي من هاي مالنواكشوف الحق درجة ما هي معقول به الوعب الوعب وعدنا منين يجيبوا من الشهونات هذه الوتاة اللي هونات هي يصعب عليهم درجة كبير وحن ذلك ما عندنا فيه ما عندنا فيه شيء من اللي ما هم ما هم عندنا وجود السوق وسط المدينة جعله في متناول الزبناء الذين يجدون فيه مختلف قطع لسياراتهم دون الذهاب لمسافاتهم بعيدة الحديد هون ما شاء الله متوفر مع وقال ما هم تلودي شيء منه ما ريته يا غير ما وهو في دفرانس بين هون واكشوت مانع اختيروا إذا قد ينقص عن ذاك ما شاء الله هون ما تلودي شيء ما ريته لا سياني هون واكشوت توفر ما شاء الله شي كامل تلودي لهون يسوي شون هو تجبر شكال الحديد المدينة يمثل سوق قطع غيار السيارات على مستوى مدينة أطار بديلا يغني الساكنة عن التنقل إلى العاصمة والتكلف حيث يجدون هنا أغلب ما تحتاجه سياراتهم من قطع غيار بأسعار لائقة لقناة الموريتانية الحسن دباب أطار توفر سوق الهواتف النقلة بنواذيبو المعروفة بنقطة ساخنة مواطن عمل للكثيرين ويزداد نشاط هذا السوق في فترة الراحة البيولوجية لقطاع الصيد فريقا من مكتب الموريتانية بنواذيبو تجول داخل السوق وعاد بالتقرير التالي أينما يممت وجك هنا ترى حركية بيع وشراء وبرشات لإصلاح الهواتف ومعاملات بين باعة ومشتريين تلك هي نقطة ساخنة بنواذيبو بهذه النقطة تعرف الهواتف رواجا كبيرا بيعا وإصلاحا وتركيبا خاصة في زمن الراحة البيولوجية وفترة الصيف حيث يتوافد السكان الداخل نتيجة غروف اللي شاهد العالم كامل غروف كورونا والنوم ما تلاتيك السفر ما تلاتيك متاحة لها معها كاملة وبالتالي عادت الناس هون كاملة تجي هون للنواذيبو تتلاحك كاملة هون من الداخل منه نواذيبو مولي ما يحرفوه ولا شكا عنا لكن ينعكس عليه الداخل وينعكس عليه السوق خاصة السوق اللي هواتف ما إن شاء الله سوق لا مرزين مره أجي مره تجبر في شي مره مولي ما تجبر في شي لا هو كي حال الشغلة كاملة فترة الناس يجي تمشي ياسر لازم عن البحر اللي هو المفتوح يتقود الشغلة ما شاء الله زينا من حال البحر ينقفل والعمل قليل هذا السوق يشتغل بداية تفتتاح البحر جي ناس تعرف اللي جاي لنواذيبو ماي منها نواذيبو يحتم عليها تشري والله عند القفيد الناس اللي ما شكل اللي يشتري تلفون ثنتين يتبرح بين الناس فهمت ليشتري رقاج لا تلفوني لي خسر التلفون ولا يجيوني تجي يشتري تلفوني يعني مني يعد توقيف خالق أي تقدم ذرت ايام اربعة ما يجاك رقاج وفحال تفتتاح الصال البحر ما شاء الله الناس كاملة تجبر اللي كان عنده طيب يعد عاد عنده بوتيقة راس من راسه واللي كان تيفا يعد عاد عنده طابلة ونيني ينقفل البحر صمامة هذا كامل اشتغل على البحر لا ما شاء الله تبارك الله بالنسبة للمرسط نحن هون فتبارك الله قاعد بالنسبة لهون هم قاضون احتياطهم قاعد لان كل بوتيق الحمد لله في قريب من كاميرات وشي ذاك كيفو فتبارك الله لمن ما شاء الله تلكم هي نقطة بعيد هواتف هنا بن وذيبو ساحة مشرعة الأبواب لكل من يريد المساهمة في التنمية بعيدا عن الاتكالية والاعتماد على الآخرين في شو من السكينة والأمان القناة الموريتاني عبدالله الزبير وذيبو الى هنا مشاهدنا كرام نودع سمينتنا عيشة متعليل التي رافقتنا في الجزء الأول من هذه المسائية مشكورة بلغة الإشارة توصل محل بيع الأسماك المدعومة بمختلف ولاية وقصود عملها لتوفير الأسماك للمواطنين بأسعار مخفضة ويؤكد المواطنون همية هذه المحل وضرورة زيادة عددها للاستفادة من هذه المادة الغذائية الأساسية بدأت منذ بعض الوقت محلات لبيع الأسماك تقدم خدمات البيع لمرتادها بأسعار مدعومة في مسعى من الدولة الى التغفيف من غلاء أسعار هذه المادة في الأسواق الوطنية وقد فتحت لهذا الغرض محلات عملت الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك على تزويدها المنتظمة في مختلف مقاطعات العاصمة محلات تشهد إقبالا متزايدا من طرف المواطنين رغبة في الحصول على أسماك حرصت الدولة أن تكون في متناول الشرائح الهشة والمخفضة الدخل هذا المقر يبيعون هنا كيلين من كربين لكل رقاج نظام زين ناس متنظمة نظامها زين الحمد لله هنا جبروا الحوت كاملين ونمشوا بنظام فالتبارك الله يقرر لا نختاره يتبددنا على ذو المناطق زرنا خلال إعداد هذا التقرير أربع مسمكات في ثلاث مقاطعات كانت ظروف التسويق للمواطنين ما بين الانتظام التام أحيانا وما دون ذلك أحاين أخرى تبعا لحجم الزواري وحرص من حضر منهم على الالتزام بالطابور والله إلا مبادرة زينة لقد نبقوها ملي أدرنا توسيع فيها تشاكل الحكومة على هذا الحوت أرقام توزع عند بداية الدوام الرسمي يحصل من خلالها المواطنون على الكمية المخصصة للفردة والتي تؤكد الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك أن طواقمها تحرص في جميع نقاط البيع على توفيرها بكل سلاسة وسيابية المواطنين يجونا مع أصبح وراعيهم جمعين ونينجوا نصلحوا رنقهم الأول من النمجة نعطوه رقم واحد والتالي شي نعطوه الرقم التالي ويشمعوا ذي تجميع اللي يطراع فيهم ونتموا كل من عاي طوله نعطوه ذي وكل كيلوان الذين اللي قالت دولنا تنباعهم الحوت كبيرهم بيعونهم بسبعة مئة وقية والحوت السقين بيعونهم بخم سمية ذن مشكينا طرحتنا نهارنا الأول وسويناهم اللي مشكية الجنس الرجال والعليات ما يجدوا يتموا رنقهم في بريدة عندنا الأرقام نوزعهم على العليات والرجال وماهمهم الياسين ندلهم على الزر نتموا نقبضه رقمين من العليات ونتموا نقبضه راجع إشادة بافتتاح هذه المحلات ومطالب بزيادة عددها كانت أهم المطالب المرصودة خلال إعداد التقرير مع الرغبة في زيادة الكميات الموزعة يومياً من خلال نقاط البيع سعياً إلى تمثيل بلادنا في المحافل الدولية شارك أحمد الشيلان في مسابقة أفضل شخصية مكفوفة حول العالم ليتصدر المرتبة الثانية على المستوى العالمي بهذه المسابقة التي يتوافد عليها آلاف المكفوفين حول العالم ظروف الإعاقة وتحدياتها لم تقف في وجه طموح أحمد ولم تحل دون إكماله لدراسته والنجاح في عمله حيث يعمل كمستشار فني مكلف بذو الإعاقة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة أحمد محمد الجيلاني شاب موريتاني كفيف لم تمنع ظروف الإعاقة من الطبوح والسعي لتمثيل بلادي في المحافل الدولية حيث شارك في مسابقة أفضل شخصية مكفوف حول العالم لسنة 2021 ليكون أول عربي يفوز بالمرتبة الثانية في هذه المسابقة الدولية هذه المسابقة التي شاركت فيها هي مسابقة دولية تعدل كل عام خالق منظمة في بولندا منظمة دولية قالها منظمة فرصة للمكفوفين تعدل مسابقة لاختيار أفضل شخصية في مجتمع المكفوفين في العالم وبعد أن نأخذ القائمة بدأت التصويت كانت التصويت عملية صعبة شوية وكانت المنافسة الشرسة لأن التصويت لا يقود عن طريق الإنترنت عن طريق البريد الإلكتروني وتأكيده تأكيد الصوت وبالتالي استمرت هذه العملية تقريبا لمدة 21 يوم إلى أن تم إعلان النتائج عنه الأول من نيبال الثاني آنا الثالث من أمريكا لأول مرة يصل عربي إلى المرتبة الثانية أو إلى المراتب الثلاثة الأولى وهذا شرف بالنسبة للوطن بالنسبة للعرب الثانية هدفي في المشاركة في هذه المسابقة هو إعلاء شأن موريتانيا وإصال موريتانيا في أعلى المحافظة الدولية وتنشف راية موريتان وتنعرف ونقل المولي ذو الإعاقة البصرية بصفة خاصة وذو الإعاقة بصفة عامة إلى العالمية ليحرز محمد المركز الثاني عالميا كان عليه تخطي الصعاب كذرة من أبرزها الإعاقة وظرفية جايحة كوفيد-19 التي فرضت عليه المشاركة عبر الإنترنت ليمثل بلاده في هذه المسابقة العالمية وقد ساعده في تخطي هذه الصعابة الدعم المعنوي الذي قدمته بلاده وأفراد عائلته على وجه الخصوص هناك بعض الصعوبات التي واجهنا هو كيفية إقناع الناس كيفية إقناعهم بالتصويت والتي لا تنسوا عن الإنترنت وخدماتها لأن أكثرية الناس كانت في موجودة على مستوى العاصمة وأنكشور في الداخل وكل هذا أصفر عنه هو الحمد لله الفوز بالمرتبة الثانية كنا نوطمحوا جائماً لعدو المرتبة الأولى ولكن مثل ما يقولوا خيرها وغيرها إن شاء الله في المرات الجاية نوصلوا في أعلى المراتب وهذا كامل أصفر عنه واهتمام سلطاتنا العليا في البلد وعلى رأسهم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزوان الراعي لأشخاصها والإعاقة وحرمه السيدة الأولى مريم الداه واهتمامها بأشخاصها والإعاقة واتصالها بيه شخصياً هذا ندل عليه ندل على اهتمامها واهتمامها بهذه الفئة ذو الإعاقة ورفع من شأنهم وإدماجهم وتأهيلهم وهذا ليس بغريب على القيادة الوطنية ناهيك عنه أن ينهنم وملي الشعب المريتاني كامل بأطيافه وناهيك عنه أن يكون في الداخل وشالياتنا في الخارج أن الكثير منهم كان على التواصل معي وكان يساعد لأنها أصبحت هي قضية وطنية يدعو محمد الشباب الذين شاءت الأقدار أن تلازمهم الإعاقة إلى مواصلة تعليمهم وعدم الخنوع والاتكال على الآخرين مؤكداً أن كل شخصنا قادر على الإبداع والتميز مهما كانت صروفهم هي الإعاقة الإنسان حول الله أنه دار له شيء ودار له شيء أخر وبالتالي الإعاقة إعاقة فكر إعاقة عقل إنسان من يعود الحمد لله يعني قالوا عنه تعمل أبصار ولكن لا تعمل قلوب الإنسان يعود كل شيء في داره يعرفه أموره وحياته يمارس حياته بشكل طبيعي في مجالاته كاملة سواء كانت اقتصادية اجتماعية حيات عادية في الندوات في الأمور السياسية كل شيء المهم أنه يعطيه صورة حسنة وعادية سواء داخل البيت سواء داخل المكتب سواء في الشارع يعني عادي إن الإعاقة ما هي الجريمة إنسان يقدر يعتمد على نفسه صح فيك أنا معاكم فيه الصعوبة شوي ولكن بعد الإنسان يتقلب عليك لك النواقص ويتقلب على الصعوبات يبقى محمد سواء متسلحا بالإرادة ومتطلعا إلى تمثيل بلاده في المحافل الدولية أخرى من أجل أن يوصل مشاكل ومعاناة المعاقين ضاربا بذلك مذالا يحتذا به في الصبر وتحدي كل المحوقات قصة نجاح بطلها شاب عصامي من لوي الإعاقة البصرية حارص على تمثيل بلاده في المحافل الدولية ليكون بذلك ألموذجا للجميع بعدم الارتكالية والاعتماد على الآخرين حياتي أحمد يوسف الموريتانيا نوارك شوط سلمة وفق الله وأحمد الجيلاني وهنيئ له بهذا الفوز وبتمثيل موريتانيا هذا التمثيل في هذه المسابقة العالمية الكبرى أعتقد أننا بهذا التقرير ناتي على ختام هذه المسائية نعود ونذكر بالعناوين افتتاح العام الدراسي 2021-2022 بمدرسة التعليم الفني والتكوين المهني بمدينة كيفا وعشرات الشباب يسجلون في التخصصات المرتبطة بسوق العمل يوم تحسيسي حول مخاطر السرطان الثدي لصالح النساء في مدينة روسو تزامنا مع اليوم العالمي العشر من أكتوبر الشهر الوردي السلطة الإدارية والمنتخبون وسكان الكصيبة يوثمنون قرار تحويل الكصيبة إلى مقاطعة جديدة بولاية جورغل للوقات في الروسي كوفيد-19 بدلوا بالتلقيح والتزموا بالإجراءات الاحترازية شكرا لكم مشاهدين الكرام ومستمعين عبر الأفهم على متابعة هذه المسائية إلى أن يضمنا وإياكم لقاء من أخر هذه تحية من يوم باقي فريق العمل ومن السميلة السلمة التي رافقتني في تقديمها إلى اللقاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر